بحث وزير الصحة العامة والسكانة دكتور ناصر باعوم مع نائب السفير البريطاني لدى بلادنا سيمون سمارت أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصحي واستعرض الوزير باعوم الإجراءات والجهود التي بدلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدة كوفيد 19 مشيرا إلى أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساعدة المانحين والمنظمات لتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية في اليمن ولفت باعوم إلى أن الحكومة عاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة ولفيات بوباء كورونا ودعت الميليشيات الإقلابية للتعامل بمسؤولية ووضوح في الإفصاح عن حالات الإصابات بكورونا مشيرا إلى استمرار تعنوة الميليشيات الحوثية إخفاء عدد الإصابات بالفيروس مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الإقلابية إلى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء لما فيه المسرح العام المواطنين من جانب عبر نائب السفير البريطاني عن تقديره لجهود التي تقوم بها الحكومة في مجابهة فيروس كورونا مؤكدا استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات وشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وكالة تامية البريطانية ومدرسة لندل للوبائيات لبحث تقديم الدعم للقطاع الصحي في اليمن ترجمة نانسي قنقر